أكد وزير التعليم العالي أيمن عاشور أن السنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بتعزيز مجالات العلوم وتكنولوجيا بالجامعات المصرية مشيرا إلى ارتفاع عدد كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في مصر بشكل ملحوظ خلال العام الدراسي 2023-2024 ليصل إلى 91 كلية ومعهدا حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية ما أدى إلى تطور كمي وكيفي غير مسبوق في هذا القطاع ونجحت الدولة في استحداث مصار جديد بالتعليم العالي وهو تدشين جامعات تكنولوجية بإجمال عشر جامعات هي القاهرة الجديدة التكنولوجية جامعة بنسويف التكنولوجية جامعة الدلتة التكنولوجية وجامعة سمنود التكنولوجية وجامعة طيبة التكنولوجية وجامعة بورج العرب التكنولوجية وجامعة أسيط الجديدة التكنولوجية وجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية وجامعة مصر التكنولوجية الدولية وتسعى الجامعات التكنولوجية إلى عقد شراكات عدة لتوفير تدريبات عملية للطلاب لتزويد السوق العمل بالكوادر الفنية المدربة وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات السوق العمل المحلي والإقليمي والدولي وتعتمد الجامعات التكنولوجية بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات السوق العمل وتنفيذ لتوجهات الرئيس السيسي تسعى وزارة التعليم العالي إلى إنشاء سبع عشرة جامعة تكنولوجية جديدة لتغطي جميع أنحاء الجمهورية في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفنية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات العمل وشهدت الجامعات التكنولوجية إقبالا كبيرا من جانب الطلاب وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات وسقة الطلاب وأولياء الأمور فيها نظرا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة والاهتمام بالتدريبات العملية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل